بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا قداسة البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أود أن أذكر بقلقي وألام الشعوب التي تعاني في أنحاء كثيرة من العالم بسبب التوترات الاجتماعية والحروب وأفكر بشكل خاص في أوكرانيا المعذبة والشرق الأوسط وفلسطين والسودان وتابع الأب الأقدس يقول ما زلت أتابع الوضع الإنساني الخطير في غزة وأطلب مرة أخرى وقف إطلاق النار على جميع الجبهات وإطلاق سراح الرهائن ومساعدة السكان المنهكين وأشجع الجميع على بذل كل الجهود لضمان عدم انتشار الصراع والسير على دروب التفاوض لكي تنتهي هذه المأساة قريبا